كما تنظم تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية حول الوضع الحالي للمناخ في مصر ودور الحوار الوطني في مواجهة التغيرات المناخية ومدى تأثيرها على مصر وخططها التنموية وتنقش الجلسة الوضع الحالي للمناخ في مصر ما بعد سياسية التكيف مع التغيرات المناخية والمشروعات القدراء التي نفذتها مصر للتكيف مع التغيرات المناخية هذا إلى جانب عدة موضوعات متفرعة منها الجوانب المتأثرة بالتغيرات المناخية في قطاعات الزراعة والري والتجهيزات والاستعدادات لوزارة الزراعة والري لفعاليات القمة